مياه الخليج العربي مياه الخليج العربي وحكمتهم واحتجاز قواربهم لفترات طويلة ما أدى إلى قطع أرزاقهم وهم الذين يعولون أسرا بالكامل والبحر مصدر رزقهم الوحيد وعبر العلماء عن تطلعهم لأن تكون قمة العلا فاتحة خير على كل أبناء الخليج وأن تكون روح العلا أساسا لتسهيل أمور الناس واختتم العلماء بيانهم بالقول إن الأخوة تبقى سلوكا وممارسة على أرض الواقع وليس كلمات وشعارات